إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم وشرَّ الأمور مُحدثاتُها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن الاشتياق إلى الجنان هو من أعظم الوقود الذي يدعُ النفس إلى طاعة الله تبارك وتعالى هذه الجنة التي أعدَّها الله جل وعلا للمتقين فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر بناؤها لبنةٌ من فضة ولبنةٌ من ذهب ملاطها المسك حصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلُها لا يمرَض ولا يبأس ولا يشقى ولا يبلَى أعدَّها الله جل وعلا لعباده المتقين المُحسنين فوصفها بأنها دار الأمان ودار السلام ودار المقامة وكانت أعظم حافزٍ لصحابة النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تقود نفوسهم وتدعوها إلى مرضات الله تبارك وتعالى كانوا إذا تذكروا الجنة تغيَّر حالهم وزاد نشاطهم وعلت همَّتهم فكيف إذا شعروا باقترابهم منها؟ اليوم معنا نماذج من أصحاب النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أنهم كانوا يفعلون الأعمال العظيمة الكبيرة الجليلة حبًّا في الجنة وشوقًا إليها؟ هذه الجنة التي قال عنها ربُّنا تبارك وتعالى أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر إمرأةٌ مريضة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت تُسرع كان يأتيها المس كان يُصيبُها الجن فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أُسرع فأتكشَّف فادعُ الله لي ألا أتكشَّف أي أنه يأتيني المرض ويتسلَّط عليَّ الشيطان ويذهب وتذهب سيطرتي على نفسي فقد تظهر عورتي وقد يظهر شيئًا حينما يذهب حجابي فادعُ الله لي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئتي دعوتُ لكي وإن شئتي صبرتي ولك الجنة خيَّرها بين أمرين أن تصبر على ما هي عليه وأن يدعو لها بالصبر فتدخل الجنة فقالت بل أصبر بل أصبر فكان ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما يقول لعطاء ابن أبي رباح لعطاء ابن أبي رباح ومن معه من التابعين من أراد أن ينظر إلى امرأةٍ من أهل الجنة فلينظر إلى هذه كانت تُسرع يُصيبها المس تتكشف تسقط من على الأرض صبرت واحتسبت ولم تطلب شيئًا إلا الجنة فما بال نسائنا وبناتنا اليوم كشفن حجابهن وأظهرن عوراتهن وعرَّضن أنفسهن لسخط الله سبحانه وتعالى الشوق إلى الجنة جعلها تتحمل المرض وتتحمل الألم وتتحمل سنوات من التعب في سبيل أن تحظى بجنةٍ عرضها السماوات والأرض النموذج الثاني أنس بن النظر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابيٌ جليل من الأنصار اسمعوا سيرته يا أبنائي أنس ابن النظر لم يُشارِك في غزوة بدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج لأجل المعركة وإنما خرج لأجل القافلة فلما وقعت المعركة وقع في قلبه أسًا أنه لم يُقاتل ولم يكن من أهل بدر فلما جاءت السنة الثانية ووقعت غزوة أحد شارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبلى بلاءً عظيماً وشديداً حتى ضُرِب حتى ضُرِب أكثر من ثمانين ضربة ضربة سيف أو رميت سهم أو طعنة رمح ولم تعرفه أخته إلا من بنانه من شدة ما مَثَّلَ به المُشرِكون وفعلوا به الأفاعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء إلى أحد جاء متأخراً جاء وقد انكشف المسلمون المسلمون في أول المعركة انتصروا ثم بعد ذلك نزل الرُّمات من على الجبل فانهزم المسلمون ففي هذه اللحظات تفرَّق المسلمون إن كشفت صفوفهم قُتِلَ كثيرٌ منهم فجاء أنسٌ رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلما رأى هزيمة المسلمين واعتلاء الكافرين قال اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء أي المشركين وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء أي المسلمين ثم ذهب يقاتل دفاعاً عن الإسلام ودفاعاً عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أقبل قابله سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال له ما لك يا أنس قال يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد يا سعد ورب النظر إني لأجد ريح الجنة من دون أحد قاتل حتى قُتِل شهيداً في سبيل الله سبحانه وتعالى شمّ رائحة الجنة شمّ رائحة الجنة لما شمّ ريحها هانت عليه نفسه هانت عليه دنياه هانت عليه حياته فكيف لو دخلها كيف لو تنعّم فيها كيف لو تزوّج بالحور العين كيف لو أكل من ثمارها كيف لو شمّ من نسيمها كيف لو رأى الله سبحانه وتعالى كيف لو كلمهم الله عز وجل فقط شمّ رائحة الجنة فضحّى بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى وفعلوا به الأفاعيل وسيأتي يوم القيامة من شهداء الإسلام العظام ممن فاز ورب الكعبة الذي دفعه لهذا أنه في لحظة من اللحظات شمّ رائحة الجنة جاء سعد بن معاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول يا رسول الله والله ما استطيع أن أفعل ما صنع أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول أنس بن مالك وأنس بن النظر هو عم أنس بن مالك يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا نرى أو نظن أن في أنس وامثاله أنزل الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من النماذج عمير ابن الحمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي جليل من الأنصار كان يقاتل يوم بدر وأثناء القتال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض فقال عليه الصلاة والسلام نعم تخيل هذه الجنة وهذه الدار العظيمة عرضها كعرض السماوات والأرض فقال عمير بخن 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 وهي تقال عند الأمر العظيم يعني يا الله ما أروعها ما أجلها ما أعظمها ما أسماها إن ذهل من عرضها واشتاق إليها قال يا رسول الله بخن بخن فقال عليه الصلاة والسلام وما بخن بخن يا عمير قال لا شيء يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها إلا رجاء أن أكون من أهلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها التقى الجيشان احتدم الصفان ارتفعت أصوات الخيول والسيوف وإذا بعمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأخذ قصطاً من الراحة يأكل تمرات كانت في جعبته وفي هذه اللحظات تذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتشويقه أصحابه إلى الجنة فجعل ينظر إلى التمر ويقول والله إنها لحياة طويلة أن أنتهي من هذه التمرات والله إنها لحياة طويلة أن أنتهي من هذه التمرات يعني أأكل هذه التمرات ثلاث أو أربع دقائق ثم أدخل في المعركة وأقاتل في سبيل الله أتأخر عن الجنة ثلاث دقائق أربع دقائق هذا وقت طويل فرمى التمرات وقام يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى لقي الله جل وعلا شهيدا الجنة الجنة التي أعدها الله للمتقين كانت هدفاً عظيماً للصحابة الكرام كانت حافزاً تجعلهم يتعالون عن كثير من السفاسف عن كثير من المحربات عن كثير من التفاهات كانت همتهم عالية استشعروا أن الجنة هي سلعة الرحمن التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلانين ولذلك الجنة تحتاج إلى عمل تحتاج إلى عبادة تحتاج إلى تضحية تحتاج إلى بذل تحتاج إلى فعل الواجبات وفعل المستحبات وترك المحرمات والتمسك بدين رب الأرض والسماوات والتمسك بهدي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أراد الجنة فليعمل لأجلها يقول عليه الصلاة والسلام موضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع قدم أحدكم في الجنة كم هي مسافة المسافة لأقدامك انظر إلى أقدامك تخيل أقدامك تخيل المساحة التي تقف عليها في الدنيا موضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها نسأل الله من فضله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها المسلمون يا شباب الإسلام الجنة شوقت كثيرًا من الشباب في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى العمل لأجل دين الله ولأجل مرضات الله تبارك وتعالى من الصحابة الكرام وهو أحد الأنصار حارثة ابن سراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان شابًا صغيرًا بعمر كثيرٍ منكم لم يكن مهيئًا ولا مسموحًا له أن يشارك في المعركة في المعركة مع المشركين لكنه استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج وأن ينظر في المعركة وأن يتابع المعركة من بعيد خرج حارثة ابن سراقة إلى بدرٍ وذهب إلى عند الآبار حتى يشرب من الماء فجاءه سهمٌ غرب سهمٌ غرب أي سهمٌ بالخطأ سهمٌ من سهام المسلمين سهمٌ كما يقال اليوم من النيران الصديقة لم يكن من مشركٍ ولم يكن مقصودًا أن يموت فيه حارثة ابن سراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما انتهت المعركة وعاد المسلمون إلى المدينة خرجت أمه رضي الله تعالى عنها وأرضاه تستقبل المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم وابنها معهم وإذا بها لا ترى حارثة لم يكن من الناس الذين كتب الله عز وجل لهم الحياة وعلمت أنه مات بسهمٍ غرب وهذا الشاب الغلام كانت أمه ترفض أن يذهب إلى المعركة فجعل يقبل رأسها ورجلها ويدها ويستعطفها حتى يحضر المعركة لم يكن ذاهبًا إلى مباراة كرة قدم ولم يكن ذاهبًا لقضاء الوقت في ضياع الوقت وإنما كان خارجًا في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مهمةٍ خطيرة فلما علمت أن ولدها قد مات خافت خافت أن لا يكون شهيدًا في سبيل الله عز وجل وأن يكون قد خسر الجنة وبالتالي تكون قد خسرت ولدها الوحيد وفلذة كبدها ولم يمت شهيدًا في سبيل الله عز وجل هذه والدته اسمها الربيع الربيع بنت النظر أخوها أنس بن النظر رضي الله تعالى عنه وأرضه الذي ذكرت لكم قصته في الخطبة الأولى ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مكلومة مصدومة متألمة مات ولدها وإذا بها تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله حدِّثني عن حارثة أخبرني عن حارثة إن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك ليري أن الله مني ما أصنع من البكاء والدعاء وكان هذا قبل تحريم النياحة كأنها تقول إن كان في الجنة إن كان في هذا المقام العظيم فالحمد لله أصبر وأحتسب وأتسلى أنني سأفتقده في الدنيا لكنه في جنات تجري من تحدي الأنهار لكنه في مقام أمين في مقام كريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وإن كان غير ذلك ليري أن الله مني ما أصنع من الدعاء فقال لها النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهبلت يا أم حارثة أهبلت يا أم حارثة أي أفقدت عقلك يا أم حارثة أجننت يا أم حارثة أهبلت يا أم حارثة إنها جنان أي الجنة فيها درجات من الجنان مئة درجة للمجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى أهبلت يا أم حارثة إنها جنان وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى منها وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى منها وإن موضع قدم في الجنة خير من الدنيا وما فيها فطابت نفسها وهدأت روحها ورضيت بما كتب الله جل وعلا لها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك فقراء يقال لهم أهل الصفة فقراء يربطون على بطونهم الحجر من شدة الجوع ليس معهم بيت ينامون فيه صغيرا أو كبيرا جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخيلوا فقير يأتي إلى رئيس الدولة يأتي إلى صاحب السلطة الأعلى في الدولة ماذا سيطلب؟ لم يطلب قرضا ولا أرضا ولا بيتا ولا مالا ولا طعاما وإنما قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة أنا أرافقك في الدنيا أنا من أصحابك في الدنيا تكتحل عيناي بالنظر إليك أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود العمل ولذلك يا أبنائي ويا إخواني الجنة ليست زريبة غنم كل من جاء يدخلها من كل ألف من بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة تخيلوا من كل ألف واحد في الجنة والبقية في النار لا يدخلها كل أحد هذه دار غالية هذه دار عالية أعدها الله للمتقين أعدها الله للمحسنين بعد أن ذكر صفاتها وقرب أعمال أهلها قال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الجنة تحتاج إلى عمل يا ولدي تحتاج أن تقبل على دين الله تحتاج أن تقوي إيمانك بالله أن تقوي مراقبتك لله أن تحافظ على الصلاة أن تحافظ على القرآن أن تبر والديك أن تتخلق بالأخلاق الفاضلة أن تبتعد عن الكذب أن تبتعد عن الغدر أن تبتعد عن السرقة أن تكون في الدنيا وقلبك معلق بالله أن تكون في الدنيا وقلبك معلق بالآخرة ولو رأيت الناس جميعا يسيرون إلى النار فحاديك يدعوك إلى الجنة وقلبك مشتاق إلى الجنة أتدرون لماذا؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أعظم ما فيها أننا سنرى الله سبحانه وتعالى يطلع الله جل وعلا على أهل الجنة ويقول لهم يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا وتغفر ذنوبنا وتدخن الجنة فيقول الله تبارك وتعالى بلى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى الله تبارك وتعالى فما أعطوا شيئا أحب إليهم من رؤية الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة الحسنة هي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى من يظفر بهذا الفضل العظيم الذين أحسنوا الحسنة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة ولذلك قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنة وزيادة إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الجنة لا تنال بالأمان وإنما تنال بالعمل والبذل والتضحية والاستقامة على دين الله والصبر الصبر على النفس الأمارة بالسوء الصبر على الشيطان الصبر على الظروف الصعبة الناس تسرق وأنت لا تسرق الناس تكذب وأنت لا تكذب الناس تنحرف وأنت لازلت مستقيما فإن رائحة الجنة جعلت الصحابة يضحون بالدنيا وما فيها فكيف بنا؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة